اليومين دول ومع ارتفاع أسعار الفايدة في البنوك ما بقناش نشوف إعلانات عن عقارات أو استثمار عقاري إلا وبقينا نشوف معاها أوبشن اسمه أوبشن التأسير وحتى المقدم اللي كان بيبقى مشكلة لكتير مننا في الأول بقى يقولك دلوقتي ما تدفعش مقدم خالص أو ادفع مقدم بسيط الحقيقة إن الأوبشن ده أوبشن مغري جداً وبيخلينا نقوي قلبنا وناخد قرار إننا نشتري عقار أو نحط فلوسنا في استثمار عقاري بس بعد لحظة كده بنبتدي نسأل نفسنا طب هو أنا لو أقدر أدفع النهار ده الاست ده أضمن منين إن أنا أقدر أدفعه بكرة أو بعد سنة أو اتنين أو خمسة وقبل ما إحساس الخوف ده يتملك منك تعال أقولك على معادلة تقدر تمشي عليها لو أنت عايز تشتري بيت أو عقار وتخليك دايماً فأمان خمسة، عشرين، أربعين هو ده مفتاح المعادلة بمعنى إن سعر البيت أو العقار ده ما يزيدش عن خمس أضعاف من دخلك السنوي وخلي بالك إحنا بنقول دخلك ومش مرتبك يعني لو عندك مشروع بيدر عليك عائد جنب مرتبك كل شهر فاحسب العائد ده من ضمن دخلك السنوي أو لو عندك حجم مدخارات معين بتطلع لك دخل كل شهر أو كل سنة لازم تدخلها في دخلك السنوي أو في الحزبة اللي إحنا بنقول عليها ولو أنت أو أنت متجوز أو متجوزة وشريكك عنده دخل أو مرتب أو عمل خاص بيه فالخمس أضعاف دي هنطبقها على دخل العيلة كلها مش دخلك إنت لوحدك ولو هتاخد قرد عشان تمول بيه شرع العقار ده فالأفضل على الإطلاق إن مدة القرد دي مزتش عن 20 سنة وأخيرا احسب القصة اللي إنت هتدفعه كل شهر وخلي دايما الحد الأقصى للقصة ده هو 40% من دخلك الشهري ولو إنت امتبعنا من زمان وكنت شفت الفيديو اللي بنتكلم فيه على إزاي تقسم ميزانية بيتك بقعدة 50-30-20 ضروري هيجي دلوقتي في بالك وتقول طب هو أنا لو دفعت 40% في القصة هيتبقى لي بس 10% على احتياجاتي الضرورية زي الأكل والشرب هقولك لأ لأنك لما بتشتري بيت أو عقار ممكن بالنسبة لك دلوقتي هو احتياج ضروري وممكن هو حاليا غير ضروري بس هيبقى ضروري قدام وممكن كمان يبقى استثمار بتحط فلوسك فيه ده معناه إنك ممكن تاخد الحد الأقصى لإستك الشهري أو نسبة الـ 40% من الثلاثة أوعية وبدل ما تبقى ماشي بيتك وميزانيتك على قعدة 50-30-20 القعدة بالنسبة لك هتتغير وهتبقى مثلا 30-20-10 المهم يعني لو مفتاح 25-40 ضبط معاك دوس واشتري الشقة بس الأهم إنكم تعملوا لايك وشير للفيديو واتتبقونا دايما على Financial Freedom Today اشتركوا في القناة